نعم وأنت قلت للمتصل قبل بأن الله ألبسك توباً واسع بل أنت واسع وعريض إن شاء الله استغفر الله استغفر الله لا أساوي شيء أباً ربي حياك الله فضيلة الشيخ عندي سؤال طيب طبعاً هناك بأن يقولون بأن سيدنا عمر كان عنده من جيش القرشيون الطلقان ويقارب ثلاثة آلاف وهؤلاء الذين أعانوا عندما قالت النبي إن النبي قد غلب عليه الوجع فقد انقسم هؤلاء مع صف سيدنا عمر فإن سيدنا عمر أول متظاهر ضد النبي وضد حاكم إسلامي سوى مثل ما سووا بالمطعم التركة لمب الجوكرية وقاموا يهدفون ضد النبي صلى الله عليه وآله يهدفون ضد التشيع وضد إيران وأنت تقول بأنك تتشرف بأنك ضد الرافضة هل تعلم دين الرافضة؟ هل تعلم دين محمد؟ أعلمه أعلمه جيدا يا شيخ أنا بسمعك بسمعك للأخرة أنا أعلم رأسك وقاعك وقلبك وقفاك وروحك وما عندك من علم وأنا أطلب كل المعممين يأتون صفا وحدا وأنا معهم أنا معكم في الساحة الآن أنت سالآن الآن فقط أنا أجادل لك لا تستطيع مجادلة أنت لا تجادل أنت خب أنت خب كذاب بتقول عمر يا كذاب بتقول عمر أكرت عمر وأنا قلت لك ذلك أي واحد مجنون ممكن يقول أبو بطر قتل النبي دعني أكمل سؤالي عندما يبدحون تسمع لهم بالكلام وعندما يأتي سأل بسؤال تأخذه بالكلام الطويل دعني أكمل كلامي أنا معك يا ابن الحلال أنت هتكذب أنت معلمينك محفظينك خمس كلمات أنت بتطع بهم عشان تضحك على الناس أنا معك أو سامع أنت قلت عمر اسمر 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 لا تكون كذابا أنت قلت عمر مع التلقاء خرج على النبي مش هذا قولك تباس هات لي اسناد بذلك صحيح هاتي الاسناد دعني أكمل سؤالي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعد قال عمر أن النبي ليهجر في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري غد غلب عليه الوجع هل يجوز هل تقبل لأحد لم يقبل أن يقول لأبيك وهو في حالة بل بل قال قال على النبي قال كتاب الله بيننا لا لا استغفر الله أنت كذاب ما قال ذلك موسيقى 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 اشتركوا في القناة